السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف العاشر الدرس الأول الوحدة الثانية حل المعادلات التربيعية باستعمال التمثيلات البيانية والجداول الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية إيجاد حلول معادلة تربيعية من خلال التمثيل البياني للدالة المرتبطة بها والآن فقرة استكشف وبرر منطقيا صفحة 43 قم عزيز الطالب بإيقاف الفيديو لتتمكن من قراءة الفقرة والآن وقبل البدء في حل أسئلة هذه الفقرة سأطرح عليكم السؤال الآتي من يقول لي ماذا ترى في هذا الشكل؟ أحسنت نلاحظ مصارا لكرة الجولف بعد ضربها من الأرض والذي تمثل شكل قطع مكافئ والآن سأرد عليكم السؤال الآتي ماذا تلاحظ بشأن مصاري كرة الجولف؟ أحسنت نلاحظ أن ارتفاع الكرة في بداية المصار ونهايته متساويان من يعطيني ملاحظة أخرى؟ نعم نلاحظ أن مصار الكرة في الصعود إلى أهل ارتفاع يناظر مصار الكرة في الهبوط والآن سنعرض السؤال التالي ما العلاقة بين الارتفاع والمسافة عندما يكون الارتفاع صفرا؟ في البداية عزيز الطالب لابد أنك تساءلت أين يكون ارتفاع كرة الجولف يساوي صفرا؟ من يجيب؟ أحسنت يكون ارتفاع الجولف يساوي صفرا في حالتين الأولى عند بدء ضرب الكرة وهي نقطة البداية إذ يكون الارتفاع مساويا صفرا وأما المسافة فتساوي zero yard والحالة الثانية عند نقطة النهاية إذ يكون ارتفاع الكرة عن الأرض مساويا صفرا وتكون المسافة تساوي 200 yards والآن سأعرض عليكم سؤالا آخر ما العلاقة بين مصار الكرة والخصائص الأساسية للقطع المكافئ؟ من يجيب؟ رائع إن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة يمثل رأس القطع المكافئ والذي ينمذج المصار والآن عزيز الطالب قم بمحاولة حل أسئلة فقرة استكشف وبرر منطقياً ولكي تتمكن من ذلك قم بإيقاف الفيديو وسنبدأ بـ ما النقطة التي تمثل كرة الجولف قبل ضربها؟ من يجيب؟ أحسنت النقطة التي تمثل كرة الجولف قبل ضربها هي النقطة التي يكون عندها قيمة إكس إيكوال زيرو وقيمة واي إيكوال زيرو وهي نقطة الأصل زيرو زيرو والآن ننتقل إلى بي ما النقطة التي تمثل كرة الجولف عند ارتطامها بالأرض؟ من يجيب؟ أحسنت النقطة التي تمثل كرة الجولف عند ارتطامها بالأرض هي النقطة التي يكون قيمة إكس عندها تو هندرد وقيمة واي زيرو كما تلاحظ أما الآن ننتقل إلى سي وضح العلاقة بين النقطتين في الجزء اي والجزء بي وبعد الكرة عن الأرض من يعطيني إجابة؟ أحسنت الإحداث واي للنقطتين يساوي زيرو إذ أن المسافة بين الكرة والأرض للكرتين مساويا زيرو وهكذا عزان الطلبة قد انتهينا من الإجابة عن أسئلة استكشف وبرر منطقيا والآن السؤال الأساس كيف يمكن للتمثيلات البيانية والجداول أن تساعدك على حل المعادلات التربيعية؟ وسنقوم بالإجابة عن هذا السؤال في نهاية الدرس أحسنت والآن عزيز الطالب سنقوم بتعريف المعادلة التربيعية فهي معادلة من الدرجة الثانية والمعادلة التربيعية ترافق دالة تربيعية أحد طرفيها مساويا الصفر والطرف الآخر هو مقدار تربيعي كما ترى والآن عزيز الطالب لا بد من كتابة دالة تربيعية مرافقة للمعادلة التربيعية أحسنت هل تعلم كيف تقوم بذلك؟ أحسنت فقط قم باستبدال العدد 0 في المعادلة التربيعية ب وأما الآن سنقوم بتمثيل الدالة التربيعية بيانياً وهذه الدالة مرافقة للمعادلة التربيعية السابقة ولتحقيق ذلك لا بد من إنشاء جدول من ثلاثة أعمدة العمود الأول سنحدد قيم المدخلات بشكل عشوائي والعمود الثاني لتعويض قيم المدخلات في الدالة التربيعية أما العمود الثالث فهو من أجل الحصول على الأزواج المرتبة وفي البداية سنقوم بتعويض المدخلة والتي تساوي في الدالة التربيعية لنحصل على قيمة المخرجة وي وبالتالي سنحصل على الزوج المرتب إكس وي نيجاتف 2 نيجاتف 12 وسنقوم بتمثيل هذه النقطة في المستوى البياني كما ترى وهكذا بالنسبة لباقي الأزواج المرتبة انظر والآن سنقوم بالتوصيل بين هذه النقطة لنحصل على التمثيل البياني للقطع المكافئ والآن سنبحث عن نقاط تقاطع هذا القطع المكافئ مع المحور إكس يوجد نقطتين تقاطع لهذا المنحنى مع المحور إكس وهما النقطتين نيجاتف 4 زيرو و 4 زيرو وبالتالي عزيز الطالب يوجد مقطعان إكس للدالة وهما إكس إيكوالز نيجاتف 4 و إكس إيكوالز 4 وهما يمثلان حلول المعادلة التربيعية إذن حلول المعادلة التربيعية هي القيمة أو القيم التي تحقق هذه المعادلة وعليه يوجد للتمثيل البياني للدالة مقطعان على المحور إكس وهما حلان حقيقيان للمعادلة التربيعية أعلى والآن عزيز الطالب فكر في العلاقة بين التمثيل البياني للدالة و حلول المعادلة التربيعية ما الدليل الذي يمكنك تقديمه على أن المقطع إكس هو حل المعادلة التربيعية والآن عزيز الطالب هل فكرت في ذلك؟ أحسنت، من خلال التمثيل البياني للدالة التربيعية نستطيع تحديد مقاطع إكس لهذه الدالة والتي يكون عندها أفوف إكس إيكوالز زيرو وهي حلول للمعادلة المرافقة لهذه الدالة إذن، هنالك حلان للمعادلة التربيعية إكس إيكوالز مائنس سكستين إيكوالز زيرو هما إكس إيكوالز نيجاتيف فور و إكس إيكوالز فور وتسمى حلول المعادلة في الصورة أفوف إكس إيكوالز زيرو بأصفار الدالة أفوف إكس وتتطابق أصفار الدالة مع المقطعين إكس لهذه الدالة والآن بي من مثال ون أوجد حلول المعادلة التربيعية إكس إيكويرد مائنس فورتين إيكس بلاس فورتين آين إيكوالز زيرو بيانياً الحل في البداية عزيز الطالب soups إيكوالز أفوف إيكس إيكوالز إكس إيكوالز إكس سكورد منص فورتين إيكس بلاس فورتين آين مائنياً وهذه الدالة هي دالة مرافقة المعادلة أعلى وهنا عزيز الطالب لا بد أن نذكر بأن الدلة التربعية المطلوب تمثيلها في هذا المثال هي دالة في الصيغة القياسية وتعلمت عزيز الطالب كيفية تمثيلها بيانياً في الوحدة السابقة ولديك التمثيل البياني لهذه الدالة والآن من يعطيني نقاط تقاطع هذا المنحنة مع المحور X؟ أحسنت يوجد نقطة تقاطع وحيدة هنا مع المحور X وهي النقطة 7-0 إذن يوجد مقطع X واحد فقط لهذا القطع المكافئ إذ أن التمثيل البياني لهذا القطع المكافئ يلمس المحور X ولا يقطعه إذن عزيز الطالب للتمثيل البياني لهذه الدالة مقطع X واحد وبالتالي يوجد حل حقيقي وحيد للمعادلة التربيعية السابقة وهو X equals 7 أما الآن C من مثال 1 أوجد حلول المعادلة التربيعية X squared plus 3X plus 7 equals 0 بيانياً الحل في البداية ستقوم عزيز الطالب أيضاً بتمثيل الدالة التربيعية المرافقة للمعادلة التربيعية السابقة وهي F of X equals X squared plus 3X plus 7 وإليك التمثيل البياني والآن من يقول لي ما هي نقاط تقاطع هذا التمثيل مع المحور X؟ أحسنت لا يوجد نقاط تقاطع بين هذا المنحنى ومحور X إذن ليس للتمثيل البياني للدالة مقاطع X وبالتالي لا يوجد للمعادلة حلولاً حقيقية والآن عزيز الطالب سنقدم لك نصيحة دراسية يلخص ما ناقشناه في المثال الأول يمكن أن يكون للمعادلة التربيعية حل حقيقي واحد أو حلان حقيقياً أو لا يكون لها حل حقيقي أما الآن حاول أن تحل أوجد حلول المعادلتين التاليتين بيانياً وحتى تتمكن عزيز الطالب من الإجابة عن هذا السؤال قم بإيقاف الفيديو أما الآن سنقوم بعرض الإجابة لتتحقق من صحة حلك ونبدأ بـ A في البداية ستقوم عزيز الطالب بالتمثيل البياني للدلة التربيعية المرافقة للمعادلة التربيعية السابقة انظر الشكل وبعد ذلك ستقوم بتحديد نقاط تقاطع المنحنة مع المحور X وهناك نقطتين نيجاتيف سيكس زيرو و سيكس زيرو إذن للمعادلة حلين حقيقيين هما X equals negative 6 و X equals 6 والآن B في البداية سنقوم بالتمثيل البياني للدلة التربيعية المرافقة للمعادلة التربيعية السابقة انظر الشكل ومن ثم ستقوم بتحديد نقطة التقاطع المنحنة مع المحور X وهي النقطة negative 3 زيرو إذن يوجد مقطع X وحيد لهذه الدالة وهو negative 3 وبالتالي للمعادلة حل حقيقي وحيد وهو X equals negative 3 وبهذا قد انتهينا عزيزان الطلاب من جميع أنشطة هذا الدرس آملينا اللقاء بكم في الدروس القادمة إن شاء الله